بالتزامن مع تسلم مارتينغ ريفت لمهامه رسميا بات من الواضح دخول الاتحاد الأوروبي في خط الأزمة اليمنية أكثر من أي وقت مضى في توجه يحمل الكثير من التكهنات العلنية وغير العلنية من المحادثات السرية التي تمت برعاية دول من الاتحاد وصول وفد دبلوماسي إلى صنعاء في التاسع عشر من مارس يعزز فرضية الاهتمام المتزايد بالملف اليمني من قبل الاتحاد الأوروبي وبحسب مصادر إعلامية فإن الوفد ضم عددا من السفراء من دول أوروبية مختلفة وبحسب مراقبين فإن الزيارة هي الأولى لسفراء معتمدين لدى اليمن منذ مغادرة السفراء العاصمة صنعاء بعد الانقلاب والاجتياح وقبل انطلاق عمليات التحالف العربي بداية العام 2015 وهذا بدوره يشكل تحولا دبلوماسيا في مسار الأزمة اليمنية الوفد ضم كل من أنطونيا كالفو بويرتا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن وسفير فرنسا لدى اليمن وكذا سفيرة هولندا لدى اليمن والمبعوث الخاص لوزير خارجية السويد وبحسب التمثيل هو وفد رفيع من الناحية الدبلوماسية بحسب أنطونيا رئيسة البعثة أكدت أن الاتحاد سيقوم بمساع حميدة من خلال الدعوة لإيقاف الحرب في اليمن وقالت أن الاتحاد سيقوم بمساعه من خلال الدعوة لوقف الحرب عن طريق الوسائل السياسية والجلوس على طاولة الحوار من قبل جميع الأطراف والفرقاء في اليمن والتواصل إلى اتفاق يخدم الجميع خبر وصول سفراء الاتحاد الأوروبي وهولندا والسويد إلى مطار صنعاء هل يؤكد أن الملف اليمني سيكون للاتحاد الأوروبي دور مهم في إدارته بعد أن برزت للسطح حقيقة ما يحدث وحوارات سرية وبحثية تمت في الأشهر الماضية غابت عنها الشرعية ودبلوماسيتها ويبقى السؤال المكرر ما الذي سيضيفه وجود الاتحاد الأوروبي للمحادثات السياسية مع طرف لم يلتزم بقرارات الإجماع الدولي وخصوصا أن الانقلاب والاشتياح تمرد على قرارات الشرعية الدولية التي من ضمن مكوناتها دول الاتحاد الأوروبي ذاتها